موسيقى بخفة وأنات تبدع أنام القرويات في حياكة ونسج أجمل أنواع السجاد وتتميز الزربية المغربية بمهارة وإتقان وهي تعكس عراقة التقاليد المغربية والعادات الشعبية وقد تدخل في تركيبة هذه الزربية بجموعة من المواد على رأسها السداء والصوف كان محي كنشري السداء كان محي المعمل كان محي يجيب من السداء كان جيبها كان سديها من اللي كان سديها كان عود من الشاون حيث الصوفة كان جيبها من الشاون حيث هذه الصوفة تشاون حرة كالتغزل كان جيبوها كل اللي كان يبغيها مبروما كل اللي كان يبغيها مبروما كل اللي كان يختار كان جي كان بدأنا نخدم والحمد لله توفقت أنا كنت نقول لي أحبس من هذا الصنعة هذه أصدقت عود حييتها الحمد لله سيدار بجابلي التسير كل منطقة في المغرب تنتيش أنواع مختلفة من الزرابي مصنفة حسب الحجم والألوان فكاللقاء الزربية الرباطية الزمورية والزربية الأطلس الكبير والزربية الأمازيغية المتعددة الأشكال وتختلف الزربية في المدينة عنها في البادية من حيث الشكل واللون والتطريز والزربية التقليدية المغربية كتمتاز بأشكالها الهندسية المتناسقة موسيقى الزربية بلدية ما بغدش كتسوى ما كتجي تقول لهم الثامن كيجيهم غالي وهدي بعدك ما كيحيتش الطورة ديالة الصناعة التقليدية هي اللي كينام لي حالي تعيني كنعرف أن الزربية تقليدية ها هي عندك وصافي دائما ما شي بحالي كات مشي تشري الزربية بحال هادو كد المواكن ما كد تخرج القيلة كتولي شهبة ما شي بحال الزربية بلدية كان شي حاجة بحال بلدي نخدم هادي شي شاوة كنعمل مرموشة كنعمل هادا الهوطلي اللي وجان يرقم نعمل رقم اللي جاها نعمله كيمتز القطع الصناعة التقليدية 19% من الناتج الداخلي الخام وقطع الناسيج هو ثاني أكبر مشاغل لليد العاملة بالمغرب بعد الفلاحة وبفضل صبر الفتيات اللواتي أعملنا في مشاغل الزربية التقليدية صبحات الزربية المغربية اللوحة فنية كتجاوز في جماليتها كونها تحفى فحسب بل صبحات كتعبر عن تاريخ ومكان وثقافة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة